مشاهدين الكرام في كل مكان بنرحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم الاسبوعي عبر الكتاب موضوع حلقة اليوم هو بعنوان نقيد المسيح مسيح بلا لهوت وبلا صليب نشر الفيلسوف الألماني فريدريك نيتشا سنة 1895 كتاب بعنوان نقيد المسيح أو ضد المسيح هذا الكتاب الذي ترجم إلى العربية سنة 2004 في هذا الكتاب قدم نيتشا في كتابه كراهية موجهة ضد المسيح وضد المسيحية واعتبر نيتشا أن يسوع الناصري يختلف اختلافا كليا عن المسيح الذي نادى به بوليس والذي اخترعته الكنيسة فيسوع الناصري شخص تاريخي أما المسيح الذي نقرأ عنه في الأناجيل فهو شخصية أسطورية يسوع الناصري هو مجرد واعز كان يقول ويعز هو مجرد إنسان ليس أكثر ولا أقل لكن بسبب أفكاره تم الحكم عليه بالموت في نظر نيتشا المسيح هو مجرد إنسان ضعيف بل اسمحوا لي أن أستخدم الكلمة التي لقب بها المسيح سأقولها وأنا بعتذر لحضرتكم عنها أنه وصف المسيح لكل المجد بأنه شخص أبله وأعتقد ليس المسيح هو الأبله لكن من ينكر المسيح هو الشخص الأبله كما اعتبر نيتشا أن القيم المسيحية من تسامح ومحبة الأعداء هي قيم منحطة لأنها تؤدي إلى أن يعيش الإنسان حياة الاستسلام فالقيم عند نيتشا هي القوة وإرادة الكوة كما أنه نادى أيضا بأنه يجب أن يضمحل الضعفاء لأن ليس لهم مكان في المجتمع يقول نيتشا أن الإله الذي يوصي بحب الأعداء كالأصدقاء هو إله أبله إله ينفع الضعفاء الذين يحبون أو يبحثون عن إله كلي الخير ده مجمل بسرعة تعليم نيتشا العايزة أقوله أن نيتشا لم يكن هو فقط شخص ضد المسيح أو هو الشخص الوحيد على مدار تاريخ المسيحية الذي كان ضد المسيح أو نقيد المسيح في تعليمه وفي فلسفته وبالأخص في مناداته بأن الله مات إلى آخر هذه الأشياء لكن هناك من هم ضد المسيح ويقدمون كما قدم نيتشا مسيحا مزيفا ليس هو المسيح الذي أعلن عن نفسه في الأنجيل وليس هو المسيح الذي نعرف عنه من الأنجيل ومن العهد الجديد لم يكن نيتشا هو من أول من قدم مسيحا مختلفا ومزيفا فالمسيح الذي ناد به نيتشا والذي تخيله هو مسيح مزيف هو رفض المسيح الحقيقي مقابل أن يخترع بذهنه مسيحا مزيفا مسيحا ليس هو ابن الله ولا الكلمة الأزلي ومسيحا مات وصلب ليس لأجل فداء البشرية بل لأنه كان ضعيف ولم يدافع عن نفسه هذه هي الصورة التي قدمها نيتشا ويرى أيضا تعليم المسيح بمناداته بمحبة الأعداء والصلاة لأجل الذين يسئون علينا ما هي إلا تعليم أو قيم ليست لها أي قيمة الإسلام بتعليمه يقدم مسيحا مزيفا الإسلام بتعليمه يقدم نقيد للمسيح فنيتشا كان فردا أما الإسلام فهو جماعة وهو فكر وهو فكر منتشر بين الملايين من البشر والإسلام يقدم مسيحا مختلفا عن المسيح الذي أعلن عن نفسه وكما كتبت أيضا لنا عنه الأناجيل والعهد الجديد يقدم الإسلام نقيد للمسيح مسيح مجرد إنسان مجرد إنسان مجرد نبي من الأنبياء مجرد شخص من الأشخاص هو إنسان عادي هو رسول من عند الله لكنه ليس الله المتجسد وليس ابن الله الذي ظهر في الجسد فالمسيح ليس له أي علاقة باللهود هو أولا وأخيرا إنسان كما أن المسيح أيضا لم يصلب لم يصلب هرب من الصليب ضحى بأحد تلاميذه أو أتباعه لكي ما ينجو بنفسه من الصليب طلب من أحد أتباعه أن يأخذ مكانه ويهرب هو من كوة مفتوحة مسيح بلا صليب ولأنه ليس الله المتجسد وليس المسيح المخلص فهو لا يخلص أحدا فيقدم لنا الإسلام إنجيلا مختلفا 180 درجة عن الإنجيل الذي أو البشارة السارة التي ينادي بها الكتاب المقدس وهي أن الله كان في المسيح يسوع مصالحا العالم لنفسه غير حاسبا لهم خطياهم يقول للرسول يحنى أيها الأولاد هي الساعة الأخيرة وكما سمعتم أن ضد المسيح نقيد المسيح زي ما سمى أو زي ما قال تعالين ترجمة العربية نقيد المسيح ضد المسيح The Antichrist كويس وكما سمعتم أن ضد المسيح يأتي قد صار الآن أضاد للمسيح كثيرون والحقيقة أضاد للمسيح كثيرون وكثيرون جدا فالإسلام يعتبر ضد المسيح والإسلام يعتبر أيضا بتعليمه نقيد للمسيح عش كده الرسول يحنى يقول لنا من هو الكذاب ده مش كلامي أنا أنا لا أتهم أحد لكن الكتاب هو اللي بيقول وعندما يقول الكتاب المقدس بالوحي أن الكذاب هو الذي ينكر أن يسوع هو المسيح يبقى أول نقطة هنا بيكلم عنها الرسول يحنى أن من ينكر أن يسوع هو المسيح هو كلمة الله الأزلي المتجسد الذي أتى إلينا في ملء الزمان في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله هذا كان في البدء عند الله كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان والكلمة صار جسدا ثم من ينكر أن يسوع هو المسيح نيتشا أنكر دوا نيتشا أن لك يسوع النصري يختلف عن المسيح أو زي ما بيسموها اللهوتين المتحررين النقاد كويس الذين ينكرون تاريخية المسيح يقولون أن يسوع النصري أو جيسوس أوف هستوري يسوع التاريخي يختلف عن مسيح الإيمان يبقى جيسوس أوف هستوري is different than Christ of faith ده اللي بينادوا به كويس وهنا نفس الكلام بيقوله لنا يوحنى فالكلام ده ليس بجديد فالكلام ده ليس بجديد كان في أيام الرسول يوحنى من أنكروا أن يسوع هو المسيح أن يسوع هو المخلص أن يسوع هو الممسوح المعين من الله لخلاص الإنسان والإسلام يعتبر هذا واحدة من أساسياته أن يسوع ليس هو المسيح أو ليس هو المخلص خليناه أو لا يخلص الإنسان وليس هو الله المتجسد وبعدين هذا هو ضد المسيح الذي ينكر الآب والابن يبقى هنا فيه إنكار للثلوس فيه إنكار لطبيعة الله الواحد المثلث الأقانيون طبعا فكر الإسلام فكر مشوش ليه لأنه يؤمن أن المسيحيين ينادونا بثلاثة آلهة ونحن لا نؤمن بثلاثة آلهة نحن نؤمن بإله واحد لكن هنا رسول يحن يقول الذي ينكر الآب والابن كل من ينكر الابن ليس له الآب أيضا ومن يعترب بالابن فله الآب أيضا من له الابن له حياة ومن ليس له الابن فليست له حياة ومن له الابن له الآب ومن ليس له الابن ومن ليس له الابن فليس له الآب اللي بيكلم عنه رسول يحنى هنا في يحنى الأولى 2 وفيه الأعداد 18 إلى 23 النص ده مهم جدا لأنه بيكلمني عن ضد المسيح بيكلمني عن ناقيد المسيح أخطر ما في ناقيد المسيح من أمر أنه يقدم إنجيلا لا يخلص البشر أخطر ما ينادي به الإسلام أنه يقدم مسيحا لا يخلص البشر ولا ينقزهم من خطياهم ولا يغيرهم ولا يضمن لهم أبديتهم وهذا هو عمل إبليس الذي هو قتال منذ البدء الذي هو زي ما وصف يحنى هنا من هو الكذاب يبقى إبليس هو الكذاب وأبو كل كذاب وعندما يأتي شخص وينكر أن يسوع هو المسيح وأن أيضا وأن الآب وينكر الآب وينكر الآب فهذا الشخص يقول عنه يحنى أنه كذاب يقول عنه الرب يسوع له كل المجد أنبياء كتبه سيأتي بعد أنبياء كتبه كل من ينكر أن يسوع هو المسيح ومن ينكر الآب وينكر الابن ومن ينكر أيضا عمل الفداء لماذا جاء يسوع وينكر الصلب والموت هو ضد المسيح ليست أفكار جميلة لكنها أفكار ضد المسيح ليه؟ لأنها ضد رسالة المسيح وضد الغاية التي أتى من أجلها المسيح تقدم مسيحا مزيفا لا يخلص مسيحا صنعه الإنسان على هواه مسيحا يشبه أي شخص آخر لكنه ليس كلمة الله المتجسم الإسلام نقيد المسيح لأنه ينكر لهوت المسيح الإسلام ينكر صراحة لهوت المسيح فهو يطعن في طبيعة المسيح كشخص ويطعن في لهوته عشان كده خلينا نسمع الفيديو الأول اللي فيه يعني زي ما نقول كده خلاصة الفكر الإسلامي أن يسوع مجرد إنسان أن يسوع مجرد إنسان ناخد الفيديو الأول سبحان الله المسيح عليه الصلاة والسلام في الإنجيل وفي القرآن واحد بمعنى أنه ما كان يدعي لنفسه إلا أنه هو ونحن نؤمن به عليه الصلاة والسلام أنه كان معلما وسيدا من ساداته خلق الله طيب ويمسك العبارة دي كلمتكم وأنا إنسان أوك يبقى المسيح كان إنسان وما يقراش الباقي فالمسلم بيطعن في لهوت المسيح نحن كمسيحيين نؤمن أن يسوع المسيح هو الله المتجسد هو كلمة الله الأذى للكلمة الذي صار جسدا وحل بيننا هل هذا هو اختراعنا كلمنا قبل كده أن عمري ده مكان اختراع مجمع نقية ولا حتى يعني الاختراع الكنيسة لكن لهوت المسيح موجود قبل مجمع نقية وفي آيات وعبارات كثيرة قالها أباء الكنيسة في القرن الثاني والثالث تؤكد هذا الكلام وأكثر الأمور أيضا منادات الكنيسة الأولى بيسوع المسيح ابن الله ولهوت المسيح لم يكن من اختراع تلميذ المسيح لهوت المسيح من فم المسيح نفسه هو نفسه الذي قال عن نفسه هو الذي قال أن الملائكة ملائكته هو الذي قال أنه يجلس على كرسيه ليدين الأحياء والأموات هو الذي أعلن أنه وحده الذي يستطيع أن يغفر الخطايا هو الذي قال من رآني فقد رأى الآب هو الذي قال قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن إحنا جبناها دي منين مش من اختراعنا ولا اختراع الفكر اليهودي لأن الفكر اليهودي يعلم جيدا أنه لا يمكن أن يقبل بعبادة شخص مع يهوة كلمنا عن لهوت المسيح مرات ومرات وأن لهوت المسيح بدأ من فم وأعلانات المسيح وزي ما قال أحدهم أن يسوح حكم عليه بالصلب ليس لأجل عمل عمله بل لأجل إعلان عن نفسه أعلانه لأجل هذا كانوا يطلبون أكثر أن يقتلوه لأنه ليس فقط كسر السبت لكنه قال أن الله أبو مساويا أو معادلا نفسه بالله مرات ومرات بنعرف الأنجيل الإسلام نقيد المسيح لأنه ينكر لهوت المسيح مسيح إنسان ليس أكثر ولا أقل نبي من ضمن الأنبياء إذن كل ما قالوا يسوح عن نفسه كذاب إذن كل ما أعلنوا يسوح عن نفسه هي إعلانات خرجت من فم شخص بيد داعي لكن ليس شخص حقيقي ده بفكر الإسلام حاجة تانية أن الإسلام يقدم نقيد المسيح لأنه يقدم مسيحا لم يصلب ما الغية التي من أجلها أتى المسيح؟ لماذا التجسد؟ لماذا عاش على أرضنا؟ لماذا وجه وجهه نحو أرشالين؟ أن كل الحياة التي عاشها المسيح كانت لأجل هذه اللحظة أنه يقدم نفسه فدية عن كثيرين أنه يحمل خطيانة أن ابن الإنسان قد جاء لكي يخلص ما قد هلك يبذل نفسه فدية عن كثيرين الصليب لم يكن حادث عرضي في حياة المسيح الصليب لم يكن صدفة في حياة المسيح ده المسيح تكلم عن الصليب أكتر من ست مرات أعلن أنه ينبغي أن يصلب ينبغي 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 أن ابن الإنسان ينبغي أن يسلم ينبغي أن يصلب ويجلد ويقتل وفي اليوم الثالث يقوم ده كلم عنه كلم عن نفسه وقلنا أنه أنه لا يستطيع أحد أن ينكر تاريخية الصلب إلا إذا كان فعلا حكتين إما أنه أعمى لا يرى الأدلة ولا يرى البرهين إما أنه شرير يراها لكن ينكرها لكن إنسان العاقل الباحث لا يمكن أبدا أن ينكر تاريخية الصلب حتى أعداء المسيح منهم نيتشا وغيره لا يستطيعوا أن ينكروا حقيقة صلب المسيح وموته وزي ما تكلمنا قبل كده أنه شطارة الإخوة المسلمين مش في أنه يقدم دليلا من عنده يؤكد الرواية أو زي ما أنا قلت الأسطورة الإسلامية عن عدم صلب المسيح لكني روح للكتاب المؤدس أقول لك أصله ما تختلف عن لؤة في التفصيلة دي يا سلام هي دي بس اللي أنت يعني بتستخدمها كبرهان في إنكار صلب المسيح لكن مت ومرؤس ولؤة ويحنى الأربعة اتفقوا على أن يسوع قد صلب ومات ولا يستطيع أحد منكم أن ينكر أن الأربع أنجيل أكدت على صلب المسيح لا يمكن وعش كده جات خرافة أن الأنجيل محرفة ليه الأنجيل محرفة لأنها بتقدم رواية مختلفة عن رواية القرآن مش لأكتر من مش لأي سبب آخر لا لا لأنه دي قعدة التحريف إذا أتت رواية في الإنجيل تختلف في تفاصيلها عن القرآن تكون رواية الإنجيل محرفة والقرآن هو الصادق ده المبدأ العام دون استخدام العقل والأدلة والبرهين زي في صليب المسيح وزي ما قلت لحضراتكم احنا عندنا أكتر من 750 آية في الأربع أنجيل بتتكلم عن صلب المسيح أمام نص واحد يتيم لا يحمل برهانا واحدا ولما الدكتور منقذت زنق قال لك لا ما هو هذه الآية قالها الله أوكي والله هو يعلم كل شيء فما اطلبنيش بأدلة ولا اطلبني ببرهين ليه لأن هذه الآية في نظره والآية القرآنية دي قالها الله وكأن الله بيخالف التاريخ ولا يفهم في التاريخ ولا يعرف التاريخ ولا يعرف البرهينة التي قدمت على صلب المسيح أي إله هذا ده انت نفروت تكسف منه لأنه إله يعجز عن أن يرى ما حدث في الماضي وما أكدته اليهودية والمسيحية وحتى الرومان والمؤرخين الرومان لكن اللي عايزة أقوله أنه نقيد المسيح ليست فكرة نيتشا نقيد المسيح موجودة وسطينا نقيد المسيح زي ما قال يوحنى أن هناك الضاد للمسيح كثيرين كل من ينكر أن يسوع هو المسيح كل من ينكر الآب والابن وكل من ينكر صليب المسيح هو ضد المسيح بل كما قال يوحنى هذا هو الكذاب الكذاب الذي ينبع من نفس المنبع الذي هو إبليس أبو كل كذاب مسيح مختلف وإنجيل مختلف ده الغرض لأنه إذا قدمت مسيحا مختلف يبقى أنا قدمت إنجيلا مختلف لما أصد إنجيل أدن بشارة مختلفة لأنه الخلاص بالإنجيل هو الخلاص بإيه بأنك تؤمن أن يسوع هو المسيح أنه مات ودفن وأنه قام وزهر ده الإنجيل ده ببساطة الإنجيل البشارة السر ده الخلاص فبما أنك تقدمت إنجيل مختلف فإذن الإنجيل الذي مسيح مختلف فإذن الإنجيل الذي أتى به المسيح إنجيل أيضا مختلف ما هو الإنجيل أو البشارة السارة في نظر المسلم بحسب ما نادى بها يسوع المسيح ما هو هي بشارة ليس فيها خلاص الإنسان وليس فيها نجاة الإنسان وليس فيها تغيير الإنسان that's it بكل بساطة فعندما تقدم مسيحا مزيفا أنت تنزع الإنجيل وتمزقه فيصير الإنسان أو يظل الإنسان في خطياء كما هو لأن الذي يغير الإنسان هو الإيمان بيسوع المسيح وإن كان الله يريد أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون فإبليس يريد أن الكل لا يخلصون وإلى معرفة الضلال وفي معرفة الضلال يعيشون ده ببساطة فيهلك الإنسان بخطياء مسيح مجرد إنسان نبي مسيح لا يخلص الإنسان من خطياء مسيح بلا صليب وبلا فداء وهذا زي ما قلت ما ينادي به الإسلام الإنكار لصليب المسيح دعونا نسمع الفيديو الثاني ونشوف الإنكار لصليب المسيح ناخد الفيديو الثاني ونسمع ما يقوله أيضاً القرآن يقول في سورة النساء 4-157 قلتهم لا يحتاج إلى أن يخلصهم فقط قلت في أبياسو القرآن يستطيع وما قتلوا وما صلبوا القرآن يستطيع القرآن يستطيع ده النصب الكبير يعني قالك القرآن كلير أنه خلاص موضوع منتهي بالنسبة لنا ما هو أنا نفسي واحد عائل فكر على أي أساس على أي أساس ما هو أنا النهاردة لو جيت قلت أنه أنا كلير في فكري أن الله غير موجود أوكي ماشي أنا على عين وعلى رأسي إيمانك وما تدعي عن الله بس قدم لي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة يعني دايما لو نحاور مع حتى الملحدين أو الذين ينكرونه موجود الله دايما هو يقول لك إيه اثبت لي أن الله موجود أوكي اثبت لي أنت أن الله غير مش موجود هنا اثبت لي أن المسيح لم يصلب كلير على أي أساس كلير واضح على أي أساس على رأي الدكتور مونكس واضح على أي أساس أساس واحد أن هذا النص بحسب فكره هو نص الله هو اللقيله وبما أن الله هو لأيله لا تجادل ولا تسأل ولا تطلب براهين ولا أدلة عجبك تاخده خده ومش عجبك اخبط رأسك في الحيط كمّل عيسى اجتمع مع الحوارين قال من يفديني بنفسي ويكون رفيقي في الجنة فقال أحد الحوارين أنا بقدم المسيح بيقدم المسيح إيه ده بيقدم مسيح جبان بيهرب عنده استعداد يضحي بأحد بريء بواحد بريء من حواريه رح لهم كده رح لحواريه وقال لهم من يضحي بحياتي من أجلي وله الجنة عمر المسيح ما يعمل كده ممكن رسول الإسلام يعمل كده لكن المسيح بتاعنا ما يعملش كده ده المسيح يضع نفسه من أجل الآخرين وقد وضع نفسه من أجل الآخرين ده المسيح وقف وقال لهم اتركوا هؤلاء أنا هو مش هرب ما يقدمه الإسلام يقدم مسيحا بيهرب جبان خايف يضحي ببريء يفكر في نفسه أكثر ما يفكر في الآخرين أي مسيح هذا كمّل فالمهم فروفع عيسى من طاق في الجدار نافذة صغيرة خرج من عيسى وروفع إلى السماع عليه الصلاة والسلام فلما دخل الجند وجدوا هذا شبيه عيسى إن المسلم يؤمن اعتقاد راسخ وجازم بأن الله عز وجل النبتع الراسخ والجازم لكن يعجز أن يقدم دليلاً كرآنياً على الرساخة والجزامة اللي عنده على أي أساس بناها على أي أساس اطلع قل لي سيبك من الأنجيل سيبك من الأنجيل وما تقول ليش أصل له الأنجيل ده فيها كذا وده مختلف عن كذا بلاش اللعبة دي لأنها لعبة يعني مكشوفة سيبك من الأنجيل أنا كمسيحي أؤمن أن المسيح قد مات قد صلبه ومات وإنت بتقول أن المسيح لم يصلب ولم يمت وأؤمن إيماناً جازماً وراسخاً على أي أساس راسخ الحجارة اللي مبني عليها هذا الجازم الأدلة البراهين من عندك أنت من عندك أنت اللي قدمها لك القرآن من عندك من قرآنك اللي ربنا احترم لك وقال لك آه على هذه البراهين واحدين ثلاثة اربعة خمسة ستة كم من نجل مسيح عليه السلام من أي محاولة قتل ونجل مسيح عليه السلام من الصلب تحديداً مكروا ومكر الله والله خير لما كريم جلس عيسى بن مريم مع من بقي من الحواريين قال لهم من يريد منكم أن يكون أقرب الناس لي في الجنة خلوا بالكم أنا زي يعني أنا عايز هو هعمل إيه ما بيش بيفكر فيها يعني واحد بيقول أنا بحبكم أنتم غالين عندي اهتم بحياتهم زي أب كده قاعد وسط أولاده وقال لهم مين منكم أكتب له المراز بتاعي كله ها بس ياخد 25 سنة سجن لأنه محكم علي ب25 سنة يد سجن بدالي أي أب أرضي شرير ممكن يفعل هذا ده بيقول لنا الرب يسوع إن كنتم وأنتم أشرار تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا جيدة فأي نبي هذا وأي محب هذا وأي قائد هذا ما عرفش اخبروني أنا هدي أعلى مكانة في الجنة طب إيه المقابل لو خد مكاني أصلا ههرب أنا مش عايز أتقلم وأموت أنا ههرب كمل يلقى عليه شبهي فيأخذ مكاني فيقتل ويكون رفيقي في الجنة يكون رفيقي في الجنة أنا وهو أن يكون رفقاء أنا أصلا هنضحي به هقدمه كبش في داء هقدمه كبش في داء خبتوا بالكم الفكرة اللي بيقولها إتس مصيبة لا يمكن أبدا أن ينطق بها إنسان محب عادل رحيم عنده شفقة عنده مروءة مروءة وأخلاق زي المسيح يعني أنت طلعت المسيح بالأخلاق قدمت مسيح بالأخلاق قدمت مسيح جبان قدمت مسيح عندهش مروءة ولا جراءة مسيح مزيف كمل فما أجابه إلا أصغرهم سنا قال أنا يا نبي الله فألقي عليه الشبح قبل أن يصلوا إلى البيت الذي كان فيه عيسى والحواريين فتحت فتحة في البيت في السقف فودعهم عيسى بن مريم وأوصاهم أن يحافظوا على الإنجيل وعلى الدعوة إلى الله عز وجل وأمرهم أن يذهب كل منهم إلى بلاد فتح البيت وجاءت الملائكة لترفع عيسى بن مريم ويعيني التاني فتح البيت وجاء الجنود وأبضوا عليه وموته يعني هو طالع وشايف البريء دوا بيتخذ مكانه لأي زنب فعل لا 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 ليس لأي زنب وبعدين ترى الجهل ما هو كاتب القصص دي هو ما عرفش أي حاجة ما عرفش الأنجيل كاتب الخرافات دي ما عرفش الأنجيل ما عرفش أن المسيح قد قبد عليه في بستان جثيماني هو متخيل قاعد بقى في بيت ولي باب وبعدين لي كوة فتحت كوة كده يا شباك يعني مفتوح زي الشعرولة ما قالك اسموه تاتانيوس ما عرفش جابها منين تاتانيوس دا دا تاتانيوس يعني فعلا خرافات الخرافة الإسلامية عن صلب المسيح وانا لما قلت خرافة انا اقصد قصة ليس لها سند تاريخي قصة ليس لها سند تاريخي طيب زي ما قلت انه اخطر ما يقدمه الإسلام هو انه يقدم انجيلا مختلفا ينقض انجيل المسيح بانجيل لا يخلص ينقض رسالة المسيح برسالة لا تخلص الإنسان فيظل الإنسان في خطياء ويموت في خطياء ويهلج بخطياء وليست هذه ارادة الله رحو الإنسان كيف يخلص الإنسان في الإسلام طبعا السؤال ده في الإسلام ملوش أساس يعني ايه يخلص اول سؤال يعني ايه يخلص يخلص من ايه ما فيش ما فيش ما فيش حاجة اسمها خلاص ولا فداء فالإسلام لا ينادي بخلاص الإنسان خالص ما عرفهاش ولا ينادي بفداء الإنسان ما لازم يبقى فيه حاجة عشان الإنسان يخلص منها بحسب الفكر الإسلامي لا توجد أمور الإنسان محتاج أن يخلص منه بحسب الفكر المسيح هناك مصيبة ينبغي الإنسان أن يخلص منه وهي الخطيئ وعقاب الخطيئ الإنسان في الإسلام بالطبيعة صالح مولود على دين الفطر زي ما أنا ما عرفش دين وزي ما طلع كمان اسمه اي دو قال لك المسيح كان مسلما مسيح كان مسلما المسيح كان مسلما فعلا ونطق الشاهدين قبل ما يموت وزي ما الملك اليسبيس ايضا دي من ناس للنبي ونطقت الشاهدين قبل ما تموت الإنسان في الفكر الإسلامي معلش ما هو شر البلية أوقات ما يضحك يعني الإنسان في الفكر الإسلامي صالح كويس مولود على دين الفطرة الإسلام زي ما اخدوا الطفلة عيني من والدي اللي تبنوه بقالهم أربع سنين علشان أصله ما ينفعش يتربى ببيت مسيحيين لأنه ممكن يكون يتولد كمسلم على دين الفطرة الإنسان بالطبيعة صالح هو لا يحتاج إلى مخلص هو فقط يحتاج أن يعمل ليضمن الجنة يعني أنت موجود كمسلم تعمل بس هنا علشان تضمن الجنة كويس الإنسان يضمن مع أنه نحطتها بين قصين مع أنه في الإسلام ليوجد أمر مضمون يعني أنت ممكن تعمل تولى سوابعك العشرة شم لكن تكتشف في الآخر أنك رايح جهنم ما فيش واحد مسلم يضمن الحياة الأبدية ولا خلينا حطها باللغة الإسلامية يضمن الجنة فيش واحد وإذا سألت أي إنسان مسلم أنت ضامن رايح فين يقول لك لا أعلم ولا حتى رسول الإسلام كان يعلم ولا يضمن كويس الجنة هي بالأعمال بالأعمال الصالحة الشهدتين الصلاة الصوم الحج والزكاة وآه بقى يعني يبقى حظك من الجنة لو جهدت في سبيل الله ومت يعني ما بقاش ليك فرصة تانية أنت تخلص نهائي يبقى رايح على الجهنم وبئس المصير وده وده الذي يريده إبليس ده اللي بيريده عدو الخير ده اللي بيريده الكذاب وأبو كل كذاب أن يهلك الإنسان أن يموت في خطياء على الإنسان أن يطيع الله ويحرم ما حرمه الله لكي ينال ما حرمه الله ويفعله في الجنة يعني كل الأمور المسلم بيفكر أن ربنا يعني حرمها هو هيخدها في الآخر هيخدها في الآخر في الجنة كل التعويض من خمر ونساء وغلمان وإلى آخر الأمور على فكرة الله غير موجود في الجنة الإسلامية وليس له أي مكان غير أنه شغال لخدمة هؤلاء عايزين نساء خده عايزين أكله خده عايزين حريات خده عايزين غلمان خده كله لا يوجد لا توجد قداسة ولا يوجد عبادة ولا يوجد طقوة ولا يوجد مخافة الله ولا يوجد يعني الوجود في محضر الله ولا كل الأمور دي ويعني جنة بشرية يعيش الإنسان خاطئ ويموت خاطئ ليكون مصيره الهلاك الأبدي ده مفهوم الخلاص في الإسلام ولأجل هذا زي ما قلت بيعيش خاطئ ويموت خاطئ ويهلك لأن من ليس له الإب ليس له الحياة ودي نقطة مهمة جدا وزي ما بقول الكتاب أنه إله هذا الظهر قد أعمى أعين غير المؤمنين حتى عصابة على عينهم أنت المهم تعمل اللي أنا بقولك عليه وهو كمسكين بيعمله وبحسن نية بيعمله وبجهل بيعمله لكنه لا يعلم أن هناك عصابة على عينه لا يرى يسوع المسيح وعندما يرى يسوع يرى عيسى الإنسان الذي هرب من الصلب ولا يرى خلاص الله نهائي هو يعيش طول أيام حياته كعبد خايف الله وكل ما يصنعه تجاه الله هو نابع من خوفه من هذا السيد ده إنجيل مختلف بقى لأنه يسوع مختلف لأنه لأنه مسيح مختلف كويس فهو بيقدم لنا مسيح مختلف مسيح لا يخلص ولا يغير طيب أخذ الأخ جورج من سوريا آلو مساء الخير مساء النور أهلين أخي كيفك كيفك يا دكتور نشكر رب كيفك يا جورج شكرا دكتور في سيناريو سيناريو برأيي أظبط من سيناريو القرآن بخصوص صلب المسيح كان ممكن الله بلا هاللعبة اللي عملها يلقي الشبه على حدا والمسيح يطلب من أحد حواريين وأنه يكون بديل أولو همنا مجتمعين بالبيت مثل ما قال الشيخ يرفع المسيح إلى السماء يدخلوا الجنود يدخلوا اليهود أين المسيح اختفى المسيح غير موجود المسيح يدوروا على المسيح المسيح غير موجود ما في دعا اللعبة تعطي أنت شبه لإنسان بريء روح يتعذب ويموت بلا أي سبب خلص رفع المسيح أو اختفى المسيح ملأوا الجنود خلص يضبوا حالون ويروحوا ما في دعا لها اللعبة أنك أنت تجيب إنسان بريء وتصلبه من الأساس ده حقيقي يعني ما هو الفكر المريض يخترق هذه القصص ليه لأنه هو 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 رسول الإسلام كل مرة لما حد كان يديقه يقول مين فيكم يروح يتخلص منه من أجلي مين يدفع عني كبايس فعملوا مسيح بنفس الصورة مسيح مين يدفع عني مين ياخد مكاني مش مسيح عنجه مروءة ولا حتى يعني حتى فكرة الرفع دي ممكن تكون حاجة يعملها ربنا بطريقة عجيبة تبهر وتجعل الجنود الرومان واليهود يعني يسجدون لله شكرا إنما عملها بطريقة لا تخلو من الفكر الإسلامي بطريقة شيخ عربي شيخ عربي لم لا يعلم شيئا عن الأنقيل ولا لم يقرأ حتى الأنقيل ولا يعرف المسيح لا دليل عليها بجيب يا دكتور بجيب بجيب رواية لا دليل تاريخي عليها صحيح لا أحد سمع فيها كتبها بأي مصدر تاريخي اخترع اخترع اي كاتب اي شيخ مسلم اخترع بقرن القرون بصدقوا بصير تاريخ عندهم بدون نجبرون ان احنا نصدق فيها بهذا الكلام بدنا نلغي كل الدلائع الموجودة كل التاريخية صلب المسيح كل العالم اللي كتبت عن صلب المسيح وكانوا غير مسيحيين لازم نكذب كل شيء وصدق رواية ما إلى أصل من عندهم ده حي ده حي وده على فكرة ده التحدي ده التحدي ده ده يعني ده الطامة الكبرى يعني أنا بقول دايما المسلم في ورطة طبعا المسلم في ورطة فيما يتعلق بصليب المسيح في ورطة كبيرة جدا وأي واحد عائل بيستخدم عقله هيعرف أنه في ورطة ملهاش حل صحيح صحيح شكرا شكرا أخي جورج شكرا لك ربي باركك نيجي للنوطة مهمة وجوهرية وزي ما قلت أنه عندما عندما نرى مسيحا مزيفا يبقى الإنجيل اللي هيقدمه أيضا إنجيل مزيف لكن عندما نرى مسيحا حقيقيا يبقى المسيح الإنجيل اللي هيقدمه هذا المسيح هو إنجيل وخلص كيف يخلص الإنسان في المسيحية ودي نقطة جوهرية جدا أساسية جدا يعني ممكن حد يقول لي أنتو عاملين مشكلة ليه على صلب المسيح يا عمي هما بيقولوا لم يصلب وانتو تقوله صلب خلاص موضوع خلص لا 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 لأنه دي نقطة أساسية الجواب أو الموضوع الأساسي مش بس صلب المسيح وترخيته لكن كمان كيف يخلص الإنسان لأنه إذا أنكرنا صليب المسيح لا ظل الإنسان في خطيته وهلك الإنسان إلى الأبد فالموضوع متعلق بخلاص الإنسان كيف يخلص الإنسان في المسيحية في المسيحية المسيحية تؤكد على حقيقة سقوط الإنسان تؤكد على حقيقة انفصال الإنسان عن الله القدوس بسبب الخطيئة سميها زي ما تسميها الإنسان في ورطة وفي مشكلة كبيرة ويحتاج إلى من ينقزه ده ده التعليم من أول الإنجيل من أول سفر التكوين أصحاح ثلاثة وسقوط الإنسان وانفصاله عن الله وبنرى دخول العالم البشري في تعدد الزوجات وفي العنف والعنف الأسري وفي القتل وفي كل ما نراه من شرور كل هذه الأمور بدأت بعد السقوط يعني دايما هو الواحد أوات كثيرة ما بيقرأ عن جرائم ولا يشوف أحداث مثلا فيها نوع من العنف والأتل والحاجات دي يقول المشكلة في الإنسان ليه الإنسان دايما دايما يسعى إلى هذه الأمور لماذا هذا الشر لماذا كمية الاتجار بالمخدرات في كل العالم دون أي يعني اعتبار لحياة الإنسان لماذا يعني بسبب المخدرات يهلك آلاف مؤلفة من الشباب أجل بكلم على الغرب كمان أجل بكلم على بلدنا وعلى بلدنا العربية كمية المخدرات في العالم العربي ليس لها يعني مقياس الشباب اللي بيدرب إبر وترامدول وكل ما تتخيله من مخدرات بالملايين ليه الشر ده ليه إذا رفع قانون يصير الإنسان كوحش كاسر ليه عايز تعرف شر الإنسان عايز تعرف خراب الكون كله ممكن يكون إزاي ارفع قانون ارفع القانون أو يعني احجبه لمدة أسبوع عايش في بلد بلا قانون لا يوجد قانون ولا يوجد أي شي عايز تقتل قتل مفيش جريمة اسمها قتل عايز تسرق اسرق مفيش جريمة اسمها سرقة عايز عايز تعمل تزني مفيش جريمة عايز تختصب مفيش جريمة وشوف شر الإنسان مفيش عقاب نهائي ارفع العقاب شوف شر الإنسان حتى في أكتر الدول المتحدرة هيخرج أسوأ ما في الإنسان أسوأ ما في الإنسان الإنسان واحد المسيحية بتؤكد أن هناك مشكلة في الإنسان لماذا يصنع الشر ولماذا يصنع الإثم ولماذا يصنع الفجور لماذا الإنسان بالطبيعة شرير بالطبيعة شرير والمسيحية تنادي بحاجة تانية مهمة أنه لا يمكن للإنسان أن يخلص نفسه هو يعجز عن خلاص نفسه لا يمكن لو علمته تعليمه مش بيه خلصه لو قدت له فلوس وغنى لا الفلوس ولا الغنى بتخلص الإنسان هيظل هو هو الشرير ويا ما ناس متعلمة ورؤساء عصابات أي من الزواهري ويا ما ناس غنية وقادة مجموعات إرهابية أسامة بن لين وغيره أنا أتكلم عن المستوى اللي إحنا عارفينه يعني الشر الإنسان لا يمكن أن يخلص وأعمال الإنسان لا يمكن أن تخلصه لا صلى ولا صوم ولا زكاة ولا حج ولا أي حاجة ممكن تخلص الإنسان ولا تغير الإنسان هو هيروح يعملها يرجع تاني زي الزفت مش هيرغير عشو كده الكتاب بيأكد أن الجميع زغوا فسدوا ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد جميع زغوا فسدوا الله في المسيحية هو الله المخلص المسيحية تخبرنا بموقف الله من الإنسان الخاطئ الله لم يقف عاجزا الله لم يقول للإنسان أنت في الوحل اطلع لا في المسيحية الله خد موقف مد ييده للإنسان اللي موجود في الوحل عشان يرفعه لم يقف الله موقف المتفرج ولم يأمر الإنسان بما لا يستطيع الإنسان أن يفعله بالطبيعة الشريرة موقف الله من الخطيئة أنه أتى لكي ما يحرر الإنسان من الخطيئة عشان كده كتاب معدس بيقول لنا بكل وضوح ولكن الله بيّن محبته لنا أظهر محبته لنا كيف المسلم أن يعرف أن الله يحبه قل لي كده برهان هتقول له أصله بيدينا أرزاء لا ما يش ما هو بيدي كل الناس أرزاء ما هو بيشرق شمسه على الأبرار وعلى الأشرار ما هو بيرسل مطره على البلاد الوسانية زي ما بيرسلها على البلاد اللي بتدعيه أو بتدعو كل يوم لكن كيف تعرف أن الله يحبك الله في المسيحية بيّن أظهر محبته لنا مش لأن إحنا كنا كويسين لا يقول الكتاب لأنه ونحن بعد خطاة مات المسيح لأجلنا ده يعني موت المسيح صليب المسيح هو إعلان واضح صريح عن محبة الله لأجل الإنسان عشان كده الصليب هو رمز افتخرنا عشان كده بوليس قال أنه أما من جهتي فحاشة ليه أنا أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح عشان كده الصليب هو قوة الله الخلاص عشان كده إبليس بيحاول أن ينكر الصليب وإبليس بيحاول أن يطعن في الصليب تاريخيا ولاهوتيا وكل حاجة عشان كده الرسول يقول لأنه ونحن بعد خطاة مات المسيح من أجلنا تب الأولى كثيرا ونحن متبررين الآن بدمه نخلص به من الغضب إحنا لم نصر أبناء غضب بل صرنا أبناء لله بالإيمان بالمسيح شاهد التاني والمهم يقول لنا بوليس الرسول في أفاسوس أصحاح 2 يقول هذه الكلمات الله الذي هو غني في الرحمة مرة يقول محبة الله ومرة يقول غني في الرحمة من أجل محبته الكثيرة التي أحبنا بها ونحن أمواد بالخطايا أحيانا مع المسيح بالنعمة أنتم مخلصون الصليب هو نعمة الله هو إزهار محبة الله هو طريق الله لخلاص الإنسان أنه حمل خطيانا حمل خطيانا على الصليب الجميع دغوا فسدوا ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد لكن المسيح حمل الله الذي رفع خطيانا على الصليب إلى أن نلتقي في حلقة جديدة سلام المسيح يكون معكم